اشتركوا في القناة والحرية ورح يمكن فيها حتى تمام الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بعدها بده ينتقل لمنزل تساعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر اليوم رح يتواجد ما بين برجين ما بين القمر رح يكون بالجدي وتأثيره على جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الاجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاوية وحيدة ما قبل خلو المسار وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وخمس دقائق صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا خلو المسار بيبدأ الساعة سبعة وخمس دقائق بتوقيت جرينتش صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد الظهر ودائما عند انتقال القمر حكينا آخر زاوية بتكون في البرج هي من عندها بيبدأ خلو المسار وهي فترة سلبية يعني تسمى فترة خلو مسار لأن القمر بيكون في مرحلة انتقال من برج لبرج فهي لا تصلح لأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبشمل ذلك جميع موليد الأبراج دون استثناء زي ما حكينا ساعة وحدة وثلاث دقائق بعد الظهر بيبدأ القمر يشكل أول زاوية وبكون استقر في برج الدلو في هاي اللحظة جميع الأبراج بشعروا منهم بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية بنكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال التغيير على مظهرنا الشخصي كالقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو إلكتروني مثل استيريو أو جهاز صوت أو تلفاز أو ريسيفر مثلا أو أي شيء لعلاقة بالتكنولوجيا وتجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تصير ما بعد الانتقال هي برضو زاوية وحيدة هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وثمنتعشر دقيقة مساء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا بما أن القمر موجود في الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة سبعة أربعة رح يبدأ في تمام الساعة عشر وأربعة دقائق صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وتسع وعشرين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر القمر اليوم انحسار ما بعد المربع اللي هو بلش ينحسر باتجاه الهلال هو ثلاث وعشرين يوم في تمام ساعة اتناش منتصف الليل بتكون نسبة الإضاءة خمسة وثلاثين في المية أما بالنسبة لعمزاج الكواكب وطباع الكواكب اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة تسعتاش أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الجدي بدي ينتقل للدلو زي ما حكينا لغاية يوم سبعة أربعة اليوم سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحوت وانتقل للحمل عطارد في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاث وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة وخمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الظهر تقريبا أو ساعات الظهر بعدين بتصير الأجواء إلها علاقة بالأصدقاء فاليوم تلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد هاي فترة ناشطة وواعدة في أمور الهلاقة بالدراسة أو بالمهنة أو بالعائلة بتكثر الاتصالات والموعيد عندكم خلال هذا اليوم برج الثور بيظل النشاطة مسيطرة عليكم بالدراسة والسفر والاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم مش إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب أو معقد التزم بمسئولياتك وبرضو هاي الفترة واعدة برج الجوزة بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم مش إنك تخففوا من النفقات لغاية ساعات الظهر بعدين بتنشطوا في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة أو لمشاركة ناجحة أهم مش إنك تتحرك في مختلف الأصعد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأمور الرومانسية مشجعة لغاية ساعات العصر تقريبا أو لساعات الظهر بعدين بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل المطلوب على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور مع المحيط بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فاترى جيد لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر بصير مقابلكو في الدلو فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة حافظوا على هدوءكم وما ترتجدوا كلام أو توجه ملاحظة خسمك بالفترة هاي بكون قوي وما بيرحم بتحملك هاي الأيام ارتباط مهم حافظ على هدوء أعصابك وحاول إنك ما تكون عدائي برج العذراء ابترغبوا في التقرب من أحباءكم ومتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بدكو تنتبهوا لأنه ممكن يتراكم العمل عندكم وأهم إشانكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من المتاعب الصحية أو الجسدية اللي ممكن أنها تمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب هاي الفترة بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن أنك تكون بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بتنشطوا في السفر القصير والتنقلات والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم إش أنك تلطف من الأجواء العائلية الضالطة لأنها ممكن أنها تثير اضطرابك أو امتعاضك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والتزاماتك المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك قدر الإمكان برج القوس من جهة ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثم نفقات زائدة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وممكن تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي اليوم أنتوا ممتلئين نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم إش أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم إش أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي أهم إش أنك تقلل من مصريفك وتنتبه على أموالك برج الدلو بيسيطر التعب عليكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وبتمارسوا جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وهي الفترة بتحمل لك خبر سر برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الظهر ما بمناسبة أو بتعاون ما بينك وبين الأصدقاء لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة وبتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحظوظ حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك لأنه شوي الأجواء ضاغطة وخصوصا وجود القمر في بيت المتاعب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء